بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم طلابنا العزاء طلاب آفاق التعريمية بإذن الله عز وجل اليوم نتكلم على الجزء الثاني من درس خصائص شوكيات الجلد في الجزء الأول تحدثنا عن خصائص شوكيات الجلد تحدثنا على تركيب الجسم وتحدثنا أيضا على الشكل العام لشوكيات الجلد والنظام الوعائي آلية أو كيفية التغذية والهضم التنفس والدوران والإخراج الاستجابة للمثيرات والحركة وختمنا بالتكاثر والنمو بإذن الله عز وجل اليوم نتكلم على تنوع شوكيات الجلد هنبدأ نقسم شوكيات الجلد إلى ست طوائف ركز معي عشان هيكون هو دا ان شاء الله محور هذا الجزء شوكيات الجلد تنقسم إلى ستة طوائف كما هو موضح أمامكم الطائفة الأولى اسمها النجميات ثم الثعبانيات ثم الكنفذيات الزنبقيات القثائيات واللؤلؤيات طبعا الشكل واضح عليهم يعني كل طائفة من هذا الطائف كل شكل منها واضح أو كل مثال عليها واضح الشكل حقه وكيف والمثال على النجميات حاجة اسمها نجم البحر الثعبانيات نجم البحر الهش فيه فرق بالنجم البحر اللي هو كمثال على النجميات ونجم البحر اللي هو مثال على الثعبانيات اسمه نجم البحر الهش وهنشوف ايه الفرق ما بينهم من حيث الصفات ايش اللي بيميز هذا عن هذا ثم القنفذيات المثال عليها عندي مثالين قنفذ البحر ودولار البحر برضو هنعرف ايه الفرق ما بين قنفذ البحر ودولار البحر الزنبقيات والمثال عليها حاجة اسمها زنابق البحر وايضا نجم البحر الريشي القثائيات في مثال عليها حاجة اسمها خيار البحر واللؤلؤيات المثال عليها حاجة اسمها اللؤلؤية البحرية أو أكحوان أربح ليه اسم من هذие الأسماء إما يكون اسمهل لؤلؤية البحرية في بعض اسم ثاني نفس الكائن اسمه أكحوان أربح تعالي نشوف الأمثال أو الصفات اللي بتتميز بيها كل طائفة من هذة الطائف الطائفة الأولى ليها النجميات تتميز بأنها خمس أزرع شفت الأزرع هذي طبعا في الشرح التوضيحي أو التفصيلي هنا تحت هتلاجى نجم البحر له خمس أزرع مرتبة حول قرص مركزي القرص المركزي وطلع منه خمس أزرع مش شرط يكون خمس أزرع أيضا ممكن تحصل هنا برضو شرح زيادة خمس أزرع وممكن أيضا يكون أكثر من خمس أزرع زي ما احنا شايفين هنا في عشرين أو عشرون ذراع أو أكثر شوف عدد من الأزرع كثير جدا ولكن الخمس أزرع هذه في الشكل العام بتاعه واضحة معنا في المثال خمس أزرع طبعا الأقدام الأنبوبية اللي بتكون منتشرة على الأزرع يعني الضراع الواحد فيه عليه أقدام وهذه الأقدام أقدام أمبوبية ولها فائدة ممكن تستخدم فيه التغذية والحركة تعالا نشوف الثعبانيات هي لها أزرع ولكن الأزرع هنا شكلها مختلف عن هذه الأزرع طبعا الأزرع في الشكل هذا اللي قدامنا بتبقى أزرع ثعبانية يعني طويلة زي ما انت شايف ممتدة بهذا الشكل إذا انكسر أو انقطع هذا الضراع ممكن يسوي له حاجة اسمها ايه تجدد زي ما احنا قلنا المرة اللي راحت انها ممكن اتعود الأجزاء المفقودة منها عن طريق التجدد وهذه الخاصية تعطيها ايه مدى أطول فيه الحياة عند خلالها تعيش ايه فترة أطول او فترة أطول من ايه من حياتها طبعا الأزرع هذه في الثعبانيات بتميزها وممكن تستخدمها في ايش يا شباب تستخدمها في الحركة طيب في هنا حاجة مهمة فارج ما بين الثعبانيات والنجميات لا تحتوي الأقدام الأنبوبية على ممص كأسي يعني ما فيهاش ممصات الأذرع عندها او الأقدام عندها لا تحتوي عليه على ممصات ننتقل الى الطائفة الثالثة اللي يليه القنفضيات وده الشكل التحى الجسم مغطى بهيكل داخلي مع أشواك الهيكل الداخلي اللي هو من الداخل اللي هو كان يتكون من مادة الكربونات الكاليسيوم هذا الهيكل ممتد او ايضا فيه أشواك بتظهر منه من الخارج ومغططة بجلد هذه الخاصية برو تحدثنا عنها في المرأة في القصائص العامة قنفض البحر يحفر في المناطق الصخرية طيب دولار الرمل يحفر في المناطق الرملية يعني ده بيعيش في بيئة صخرية ممكن يحفر في الصخور اما دولار الرمل فيحفر في الرمال ننتقل الى زنابق البحر طبعا جالسة في فترة في بعض فترات حياته يعني غير متحركة بتثبت نفسها في الصخور فتسمى جالسة لبعض زنابق البحر ساق طويلة لها ساق ايه؟ طويلة لبعض لأنواع منها المثال الثاني اللي هو نجم البحر الريشي له اذرع طويلة متشعبة طبعا دي الخاصية الثائل رقم ثلاثة هادي يتميز بها مين نجم البحر اللي هو كمثال على الزنبقيات ننتقل الى الطائفة الخامسة اللي اسمها القثائيات اللي هو المثال اللي حاجة اسمه خيار البحر طب سبب التسمية ليش سموه خيار البحر الشكل حقه بيشبه ايه؟ ثمرة الخيار جسمه مغطى بطبقة جلدية يعني من بره هنا ايه؟ طبقة مكونة من الجلد تحولت الاقدام الانبوبية الى لوامس كربة الفم الاقدام الانبوبية عنده مش زي هنا مثلا يعني لا هنا الاقدام الانبوبية حقه متحورة الى لوامس حول منطقة الفم في منطقة الفم من البداية بس فقط هنا اللقلويات اللي هي الطائفة السادسة اللي احنا بنسميها اقوحان البحر قطره اقل من واحد سنتي القطر بتاعه تمام بالشكل ده القطر تمام طبعا بيكون ايه؟ واحد سنتي متر بيكون ايه؟ اقل من واحد سنتي متر ليس له اذرع زي ما احنا شايفين جدامنا توجد الاقدام الانبوبية حول قرص مركزي الاقدام الانبوبية زي ما هي طلعها شوف طلعها دي اسمها اقدام امبوبية كلها حوالين ليه؟ هذا القرص ليه؟ المركزي اللي هو موجود في المنتصر طبعا الجدول اللي امامنا الحين يا شباب ده بيختصر بيختصر اللي هو الطوائف شوكيات الجلد اللي هو واحدة بنسميها التنوع حق شوكيات الجلد بيختصر عندي الطوائف الستة من حيث المسميات والامثلة على كل نوع والخصائص اللي بيتميز بيها كل ايه؟ كل نوع طيب هنا لو جينا في الجزء اللي بعد كده طبعا هتلاقيه وبيتكلم بالتفصيل نجم البحر يعني ايش الخصائص اللي بيتميز بيها بالضبط بالطائفة الثانية اللي ايه نجم البحر الهش هلينتقل لحاجة اسمها كونفضل البحر ودولار الرمل يعني هو نفس الست شعب اللي فوق دول بس هو هيجيبهم كمثال لكل واحد فيهم وهيشرح ايه المميزات اللي ايه اللي بيتميز بيها كل واحد فيهم بالضبط لكن الجدول ده ملخص زي ما احنا شرحنا مع بعض الحين وملخص لنا الايه؟ للخصائص التي يتميز بها كل طائفة من هذه الطوائف الست ومثال على كل طائفة والرسم ايضا موضح فيها فيه هنا جزء توضيه اكثر لشكل الكائنات زي كونفضل البحر ودولار الرمل ايضا فيه هنا مصباح عرستو من الاشياء التي تتميز بها شوكيات الجلد مصباح عرستو وطبعا سبب التسمية في مصباح عرستو ده هو طبعا مهم في عملية الايه؟ في عملية الغذاء وطبعا سبب تسميته ان اللي اكتشفه كان مين هو كان العالم اليوناني عرستو واتكلم عنه ووصفه في كتاب اسمه كتاب تاريخي للحيوانات فسمي هذا المصباح يعني نسبة الى هذا الايه؟ الى هذا العالم تمام؟ برضو في عندي امثلة زي زنابق البحر شكلها واضح نجم البحر الريشي الامثلة واضحة وطبعا زي ما قلنا الشرح اللي موجود شرح تفصيلي للاختصارات اللي احنا قلناها قبل شوي حننتقل لجزء مهم في ختام هذا الدرس هل زي ما بنسأل دائما هل شوكيات الجلد هامة ام ضارة؟ يعني لها فوائد ولا ليست مفيدة وهل لها اضرار ام ليست ضارة؟ طبعا شوكيات الجلد خيار البحر كنفض البحر مصدر غذاء لسكان الايه لسكان المناطق الاسيوية طبعا في ناس كتير جدا بتعتبرها ايه كمصدر للايه كمصدر للغذاء وده من اهم يعني يعتبر اهمية لشوكيات الايه الجلد طبعا فيه امثلة كثير جدا زي خيار البحر بينضاف الكادا احنا ممكن نختصر انه مصدر للايه مصدر لغذاء سكان الايه ببعض البلدان الاسيوية طيب هي في النظام البيئي مفيدة ولا مش مفيدة؟ هنلاقي عنده ممكن تعمل حاجة اسمها علاقة تعايش بين بعض شوكيات الجلد والحيوانات البحرية الاخرى تمام طبعا فيه واحد هيستفيد والتاني ايه لا يستفيد والاخر ايه لا يستفيد ولا يضر يعني هي مهمة ممكن تنشأ علاقات غذائية ما بينها وبين كائنات اخرى فغيابها هيؤثر على ايه على النظام البيئي طيب عايزين اهميات تانية هنا طبعا يوضح اكثر هيقول لي لو انخفض عداد كنفض البحر مثلا فيه مرض او فيه انتشر في المياه طبعا هيحصل ايه هو بيتغزى عليه كنفض البحر ده بيتغزى على حاجة اسمها ايه الطحالب طبعا لو انتشر او بدأ ينقارد كنفض البحر فبالتالي ايه لا يحصل للطحالب هتزداد الطحالب تمام يعني وجوده في النظام البيئي مهم جدا جدا هنبص اوه هيحصل تغير في النظام البيئي اذا انقرض كنفض البحر نتيجة لازدياد الايه لازدياد الايه الطحالب طبعا ازدياد الطحالب ده لو زادت على الشعاب المرجانية فبالتالي هيؤدي الى تدمير الايه تدمير المرجاني يبقى ايضا العلاقة علاقة ايه علاقة علاقة هنا علاقة مهمة جدا في النظام الغذائي والسلسلة الغذائية لو حدث في جزء منها يعني انقرض او حدث له يعني ما كانش موجود او حدث له غياب فبالتالي سيؤثر في النظام البيئي تمام تعالى انشوف في الاضرار بعض الاضرار اللي موجودة لشوكيات الجلد طيب شوكيات الجلد هي ضارة شوكيات الجلد مثلا يعني هاديني امثلة عليها هو تغير بعض شوكيات الجلد ممكن تعمل تغيير في النظام البيئي طب ازاي تعمل تغيير في النظام البيئي مثال على الكلام ده حاجة اسمها نجم البحر ده بيتغذى على مين على بوليب الايه المرجان طب لو دخل جوه البرجاء المرجان واكل البوليب الموجود فبالتالي يحصل ايه عندما تتكاثر هذه المخلوقات تدمر ليه الشعاب المرجانية فبالتالي من كثرة ما هي تبدأ ان هي تأكل الشعاب المرجانية فيودي ذلك الى ايه لتدمير الشعاب المرجانية فبالتالي من اللي بيأكل من اللي هيأكل كنفض البحر حاجة اسمها ايه اسمه ثعلة بالايه البحر هو الشكل اللي قدامك ده بيأكل مين بيأكل نجم البحر فبالتالي لو انخفض عدد الثعالب هيزداد عدد مين عدد نجم البحر وبالتالي لو ازداد عدد نجم البحر مين اللي هيتأثر حاجة اسمها الشعاب المرجانية تتغذى قنفض البحر على مين على غابة عشب البحر فهذا سيؤدي الى تدمير مين بيئات الايه الاسماك والقواقع والسرطانات يعني ايضا ازدياد عدد شوكيات الجلد سيؤدي الى خلل في النظام المي زي ما احنا شفنا المثال اللي هو ايه ذكروا قدام منا وطبعا هو شرح ان هي سلسلة غذائية ما بدأ بحاجة اسمها ثعلة بالبحر ثم ثعلة بالبحر هيأكل حاجة اسمها ايه نجم البحر ونجم البحر ده لو حدث انخفاض في عدد ثعلة بالبحر ما كانش موجود نجم البحر ده يحصل له ايه هيا ازداد وبالتالي لو ازداد هيبدأ يأكل حاجة اسمها ايه عشب البحر وبالتالي مين له يتأثر الاسماك فهي احدى الثانية هيكون فينا خلل في النظام البيئي يبقى وجود شوكيات الجلد لو اختصرنا هذا الكلام وجود شوكيات الجلد له اثر هام جدا في النظام البيئي ولها فوائد تستخدم كتغذية زي ما احنا شفنا قبل شوي في بعض الدول بتستخدمها كتغذية لها فوائد كثيرة جدا في النظام البيئي وعدم وجودها سيؤدي الى خلل في هذا النظام وازديادها ايضا سيؤدي الى خلل في انظام البيئي وصلنا لنهاية الدرس بإذن الله عز وجل نلقاكم في درس اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبركاته ترجمة نانسي قنقر